أحب الجميع صوتي واضح واضح معكم فيسول الصقعبي نائب رئيس النادي اليوم رجعنا لكم الثالث لقاء من سلسلة اللقاءات الكتورية مع شركة بوبة عربية التامين وضيفنا أحد المحللين الكتوريين في بوبة أستاذ ناصر جداي أرحب فيك أستاذ ناصر يا كله معيك برضو بس عشان يكون الميتينج واضح اللي حاب يسأل السؤال يقدر يرفع إيده ويسأل أو برضو حطينا حطينا فورم للي ما أود يسأل عن طريق المايك يقدر يكتب لنا السؤال في الفورم إن شاء الله نسأل السؤال في نهاية الميتينج طيب تقدر تبدأ ناصر الله يعافك أول شي السلام عليكم مساء الخير جميعا شكرا فيصل وشكرا للشباب في نادي العلمة التوارية في الجامعة على أن أعطيت بوبة العربية فرصة أنا تجي تعرض وتعرف عليكم أكثر فحنا باسم الشركة باسم القسم حابين نشكركم ودائما أنا أحب أقول أي شي يعني ندور الفرصة لنقدم شي بس عشان توي باك جزء من الجهد والفضل اللي الجامعة قدمتها لنا فإن شاء الله هذا ما يكون أول لقاء تكون فيه لقاءات بإذن الله بعدها ثانية اللقاء هذا بكل بساطة حبينا نقول نعرف أول شي بالشركة نعرف قسم الكتوارية اليوم في بوبة العربية وش دورة ومتى بدأ وش بالضبط المطلوب منه في الشركة حابين نتكلم ليش ممكن تكون بوبة العربية خيار أو تكونسدر بوبة العربية كخيار سواء للتوظيف أو التدريب وميلي هذه الأجندة الأجندة قصيرة مثل ما كانت موجودة في البوست لكن أنا أحاب بعد ذلك فيصل أن يكون الموضوع ما نكون محسورين بالأجندة وأي أحد عنده سؤال يقدر زي ما تفضل فيصل يشاركنا و و نقدر نجا ويكون الانتراكتف سواء بعدنا واحد لحد طيب بداية اليوم بالأجندة زي ما تفضلت أن بلنبدأ بوبة العربية متى الشركة بدت واش الفانانش ربزيشن حق الشركة بعدين بنتكلم على الاكتوريال جيرني حق اليوم تيم في بوبة متى بدأ وكمل عدد واش قد نسوي الجزء الثالث بنتكلم بتفاصيل أكتر الشروع الحق الاكتوريال في بوبة وكمل وكيف الديفرنت يونيت اللي موجودة عند الامبريولة حق الفانكشن كاملة بعدين متكلم على أشياء ممكن تكون مفيدة لأي شخص حاب ينضم البوبة العربية كمتدرب أو فول تايم مبلوئي إن شاء الله وبنختم بعد إذا ما كان فيه أسئلة وإذن اللي عنده أي سؤال عام أو أي شي حاب أن يتطرق له ممكن يتكلم ويسألنا إياه في النهاية بدنا الواحد الأحد طيب بداية البوبة العربية البوبة العربية بدت عام 1997 كجوينت فنتشر بين ناظر جروب وبين بوبة جلوبل ومن 1997 إلى 2008 كانت بعدين 2008 صار فيه للماركت وبوبة لست تقريبا 40% من الشارس حقها واليوم بوبة أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط في سعودية خاصة واليوم تملك بوبة من القطاع حق تأمين الصحي تقريبا 45% وتخدم 3 مليون عمير هذه بشكل عام الجائر من يوم ما بدت اليوم طبعا تخللها في النص زادة رأس مال إلى ما وصلنا اليوم 1.6 بليون كيكبر شركة تأمين في سوق برأس المال بتكلم الزيادة على اليوم الفاينانشل بوزيشن حق الشركة والأرقام أكثر حق الشركة بدأنا تقريبا 2008 200 مليون ريال قيمة المحفظة اليوم الحمد لله قيمة المحفظة 11 مليار 300 مليون ريال بمادة النمو 25% بشكل سنوي لنا 25 سنة في الماركت عندنا الحمد لله 1100 موظف ثلاثة regional offices عندنا الوفيس في جدة الهيد اوفيس اوفيس في الرياض اوفيس في الشرقية غير الـ small offices اللي موجودة في المدينة منورة مكة الجبال والحسا عندنا ثلاثة أوفر ثلاثة مليون عميل رابطين نتورك حقنا فيه أكثر من 1400 مستشفى السعودية غير المستشفىات الخارج السعودية فعميلنا يقدر لا سمح الله إذا احتاج مستشفى خارج السعودية أن نغطيه ونقدمنا الخدمة In terms of profit الحمد لله الشركة في أبرد 730 مليون ريال أرباح قبل الزكاة والضرائب اليوم الحمد لله reported numbers as at quarter 3 تقريبا 700 مليون فالحمد لله أنه في 9 شهور already matching last year profit in terms of stock price كل reflection حق growth حق الشركة من 4 ريال adjusted increase for capital إلى 180 ريال تقريبا as of March 22 فهذا 31% growth في سعر السهم على شكل سنوي ومثل ما نشوف growth في الكمبيتر الباقين way below بوبة العربية الحمد لله فمين اللي هذا quick history على الشركة ما ندري اللي عندي سؤال على سؤال الشركة كيف بدت أو ايش الانتراكشن بين بوبة العربية وبوبة بوبة أو أي شيء عن الأرقام لموجودة قبل ما ننتقل إلى الجزء الثاني حق القسم حق الكتوارية واش الدور حق القسم حق الكتوارية فسأل انا بترك عليك هذا لاني ترى ما اشوف من يرفع الدوم اللي يسأل اي ما عليك تفضل احمد السلام عليكم أعطيك العافية السلام السلام حاب أسألك بخصوص البداية الشركة مع ناظر جروب هل الادارة لها علاقة ببوبة العالمية أم بوبة ريبي هالشركة مفصلة تماما أم كيف هالطريقة ممتاز بوبة بوبة جلوبل نسميها بوبة جروب البارتنر حق بوبة العربية بدأ يملك 50% من بوبة العربية وناظر يملك 50% ناظر جروب يملك 50% ك جوينت فنشر بعدين في ايو في الاي بي او قل الملكية حق التوب بارتي لان 40% اضرحت البابلك واليوم تقريبا البوبة اللي ذكرتها اخوي تملك اكثر من 50% من الشركة ففي علاقة بين الاثنين اليوم هن ازا يونت بارت من الجروب كامل حق بوبة ويريبورت للجروب في انتراكشن كثير مع الجروب والدفرنت يونت يعني نتكلم معهم على الشركة على اذا كان عندهم معينة بين وبين هم ترينين مثلا وفي انتراكشن بينهم يعني ما حنا من فصله 100% بحكم انهم يملكون فوق 50% اليوم من الشركة جميل يعني في تبادل خبرات بين البوبة عربية وبوبة جلوبال وفي انتراكشن مستمرة نعم نعم الله آفك تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله سياك الله بالخير سياك الله بالنور عندي سؤال على الكاغر كاغر صراحة رقم يعني رهيب فهل تشوف على السنوات الجاية هذا sustainable وش المين درايفرز الكروث هذا السنوات الجاية طيب اليوم بيذوي شباب الجميل الودينس اللي موجود في اشياء كثيرة ممكن تكون مفيدة لكم الفهم الماركت كامل لو تروحون موقع بوبة في سكشن اسمه انفستر ريليشن في بريزنتيشن للشركة وهذا السلايد من بريزنتيشن حنا بشكل دوري يتكلم على الماركت سايز الشير حقنا حتى الكمبيتسر حقنا كيف البرفورمس حقهم كيف السولوانس حقنا مقارن البرفورمس حقهم ففي هناك ذكرت اخي حسين ان كيف نشوف المستقبل الماركت في بعد كيف نتوقع ان الماركت تصير لقروث طبعا اليوم ازل سستينبل ولا لا يعتمد على اشياء كثيرة ما اتكلم بشيء عام لان بعض الاشياء ممكن ما اكون الشخص المناسب اللي تكلم عنها لكن بشكل عام ان اليوم مع الرؤية الماركت حق التعمين قاعد يكبر لانه فيه كثير قاعدين يدخلون السوق سوق الوظائف سواء من المواطنين او من الناس جايين من برا فكل هذا يدعم توسع الماركت يدعم القروث حق الشركات بإضافة طبعا للدفرينشيشن بين الشركات من ناحية السيرفيسز هل اليوم الشركات قادرة تقدم خدمات افضل في المستقبل هل هي سستينبل هل فيه كمبتر يدخلون الماركت اكثر كل هذي يأثر على الكيقر حقنا او حق السوق كامل بشكل عام عشان كذا اليوم كل الشركات كل الشركات اللي موجودة على رأس ابوبة نسعى نطور خدماتنا اكثر ونقويل بزشنك حقنا في الماركت براتك العافية الله يعافيك يصل في احد يبسأله ولا اروح لساعدة اللي بعدها ايه في نواف فندس افضل فضلا السلام عليكم مساك الله بالخير عندي سؤال ماركت الستوك برايس والارباح بين 2013 و2014 كده صار لها دابا لتريبل في سبب معين ولا نعم لو تشوف فيصل بين 13 و14 ومانلي بين 18 و19 هذه اكثر سنتين فيها كبير في شركة طبعا اليوم يعتمد على المحفظ حقتنا كلها فمن 13 ل14 المحفظة كبارت كثير ويأكوير كلاينت كبار وفي نفس الشيء ويأكوير بارتنرز كبار من بين 18 ل19 والحمد لله الكلاينت الكبار والبارتنرز معنا في البرتفوليو ونحن ويكيب اكوير مور كلاينت وهذا اللي قاعد يساعد نا في الكروث بس مين اللي بين 14 و15 18 و19 هم كلاينت اكبر جو المحفظة مقارنة توقع خلاص هذه لا في اسئلة زيادة الجزئية هذه طيب بننتقل للجير حق حق الفانكشن عندنا في الشركة طبعا اليوم بوبا تعتبر من اول الشركات اللي كان عندها فانكشن قبل حتى بنك المركزي الموضوع الاكتوري الفانكشن فمن 2015 وقبل حتى كان في اكتوري الكانديت موجودين في الشركة لكن خلينا نقول البداية الحقيقية للقسم كانت في 2015 يوم بدأ كيونت اندر الكوميرش الفانانس دي بارتمنت أو تيم الكميرش الفانانس دي بارتمنت ندر كمبني يسمى الرايتن أو برايسن في بوبا العربية نسميه كوميرش الفانانس فبدأ وذين كوميرش الفانانس ثلاثة اعضاء بعدين تقريبا من 2015 إلى 2018 كبرى العدد الليين خمسة اعضاء من 2018 الليين اليوم هنا تقريبا الانتقالة الكبيرة اليونت هذا صار stand alone function في الشركة يضم 11 موظف وموظفة الفانكشن هذه تحتها different units بنتكلم عن unit والresponsibility اللي بعدها والشيء الأهم من هذا وقد يكون بعد محفز كبير لل اللي صاير وليش الشباب بوبا والشابات اللي عندنا يعني مستمرين معنا وعجبهم العمل والبروغرام حق الشركة إنه كان فيه في 2018 اللانش حق الexam بارسي فاليوم الشركة عندها بنتكلم فيها يمكن في آخر سلايد فكل هذا تغير تقريبا من 2018 لين اليوم فمين لي هذي هذي تقريبا خلنا نقول الجزئين من حياة القسم في الشركة طيب بتكلم من سلايد هذي بناخد بأسئلة لأنها شوي كده مرتبطة اليوم القسم تحت ثلاثة يونت مختلفة اليونت الأول هو يونت الريزيرفين والريبورتينج اليونت الثاني هو يونت البيت 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 طبعا كل يونت هذي الليدر ويونت اليونت الي مسؤول على اي انتراكشن بينه وبين غالبا بين الابونت والكونسولتان الي موجودين والأوديتر الشيء الثالث الي سويه سوي فوركاستنج وبرفورمس ويتأكد ان الفوركاست الي سوى قريب من الاكتول واذا ما كان قريب يقول حقة الدفرنس بين الاكتول versus الفوركاست اليونت الثاني هو اليونت البيت وديت البيت البيت اليونت هذا مسؤول على المودلينج والأدفانس البيت ويسوي البيت اللي هو المفروض ننبيع فيه فهذا ميل المسؤوليتين حق اكبر مسؤوليتين حق القسم الثالث هو مسؤول على الماركت مسؤول على الماركت ديزاين كيف يسوي المنتج الجديدة و القسم هذا هو المسؤول على هل ننزل اليونت هل يستاهل اليونت تقارن في الماركت هل لا ماركت معين ايش نوع البنفت الي نحتاج نزله في اليونت بعد مسؤول هذا كله يساعره ونزله للسوك فما لهذه الثلاث اليونت الموجودة within the actuarial department ما ادري اللي عنده سؤال لو سمحت يتفضل على السلايد هذه او السلايد حتى هذه طبعاً 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 انا عندي سؤال صراحة بخصوص ال product development لانه دائماً سوء الانشورنس يختلف ودائماً في policies جديدة ممكن تعطينا افكار عن ايش الاخر policies او ال products التي تقدمها بوبا ممتاز هذا السؤال مرة كويس احمد حتى يفتح اشياء ثانية لنتعرف اكثر على بوبا اليوم بوبا ميلي تقدم اربع انواع من من التأمين الصحي التأمين الصحي الاول هو تأمين الصحي للشركات الكبيرة مثل لو جانني بنأمن بنك الرياض سابك وشركات الكبيرة هذا هذا التأمين النوع الأول التأمين الثاني هو لو جان نأمن الشركات الصغيرة مثلا المطاعم الصغيرة الموجودة صلاونات الفلاقة والمحلات على سكيل اصدر النوع الثالث من التأمين اللي هو فيه بعد ال development حق الproduct ممكن يكون فيه innovation اكثر اللي هو نسميح بيتو سي product اللي هي business to customer product اللي هي الproduct حق individual مثلا التأمين على العوال السعودية تأمين على لا الهلا السواقين اللي موجودين تأمين على الhouse made اللي موجودين بعد هذه الproduct هي مالي زي ما تقول فيها اكثر research وفيها اكثر change في design اخر اخر product اه ممكن احتعلن عنه هو شي اسمه top up اليوم لو انا اشتغل في شركة شركة بوبا مثلا او اشتغل فيها وعندي تأمين تأمين حقي ما يغطي نظارات على سيو المثال حني نزلنا منتج نقول انت ك end user كموظف في شركة بوبا بوبا ما اعطتك تغطي حقه النظارات لكن انت ك individual تبي تغطي النظارات فتقدر تضيف ها top up فتدخل الاب حق بوبا وتقول انا المبلوير حقي غطاني لهذا الشي بس انا بيضيف عليه البارت الاخير اللي هو النظارات وتدفع عنت التأمين هذا لان الجزء الاول هو دفع لك المبلوير فتدفع بس الانكريمت الزيادة عشان تغطي النظارات هذا اخر منتج نزلنا فيه منتج قبل نزلنا صراحة مني باعرف اذا هذا قبل هذا وهذا قبل هذا تغير في تأمين الوالدين من ناحية انك هل تغطي كل الخدمات ولا ما تغطي كل الخدمات هل تخلي العميل اذا راح المستشفى يدفع اكثر ولا يدفع اقل كاوت فباكت عشان تقلل الرسك على العميل في نفس الوقت فهذه بعض الامثلة على البرودكت اللي عدلناها اذا كان امثلتي واضحة وعندك سالة زيادة لو سمحت اقل 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 جميل جدا فكرة التوب هذا يعني يقدر نقول انه ما صر في تقدر مثلا انت عند تغطي هذا الاشياء معين هتقدر تضيف عليها اكتر من شي هذا فهم الكلام اللي قل صحيح جميل جميل جدا كان واضح صراحة البرودكت اللي قدمت وحبي تعرف الاسكوب اللي شغالي فيه دائما هيكون حيكون حيكون بناء على الاحتياجات ما في شيء innovative اكثر من كده او policy مثلا مختلف نوعا ما انه ممكن ممكن بس اخر الجهزة تعيد اني ماسماتيك ماسماتيك اي اقصد ما في برودكت حاليا انشغالين عليه انه نبغى نضيف برودكت جديد للسوق يكون مختلف او شيء اضافة قوية انت قصدك اضافة غير تعمين الطبي لا اي شيء مو بلونشت ما اقدر اتكلم عنه اي شيء بلونشت او اقدر اتكلم عنه اكثر جميل اوكي خلينا في اللونشت هالي اخر شيء اللي قلد انا اللي هي حق التوب وحق ال بيرانت برودكت هالي اخر منتجين نزل نفسك ممتاز كانت واضحة جدا نعطيك ألف عافية اي عافية هل يصل لدينا سؤالات ثانية اي عندنا سؤالين واحد من محمد الجاسر فضل محمد السلام عليكم سيد ناصر السلام حياك الله عندي سؤال بخصوص المتدرب هل راح يمر عليك الثلاثة يونت هذه ولا يعني يحدد واحدة او انتم تحددون له واحدة اسمح لي اجاوب على هادي في آخر سلايد ابد تفضل اذا نسيت تذكرني اذا نسيت اذن الله اعافيك طيب عندنا برضو وصال ثانية تفضل السلام عليكم يعطيك العافية اخوي بس في سؤال بالنسبة للمكاتب الحين الهد عندكم في جدة لكن الاكتواري هل يختلف الشغل لو كان في جدة عن الشرقية تحديدا هل في مثلا positions معينة لازم يروح الى جدة او صلاحيات معينة مثلا او هل بشكل عام طبيعة الشغل تختلف المسؤوليات ممتاز انا انادد قصلك بالهد head of the function والهد headquarter ايه انت مقارك من رئيس في جدة ايه نعم احنا بشكل عام اليوم الشركة عندها ثلاثة مقارات غالبية الشركة الاقسام حقتهم يعني يعني فيه لها البرزنت في جدة والشرقية والرياض القسم حقنا كل كل الشباب موجودين اا الزملاء والزملات كلهم موجودين في جدة فما عندنا اا تيم موجود في الرياض والشرقية حاليا يعني لو مثلا الاكتواري لو ينضم الى التيم لازم يروح الى مكتب جدة صح ايه نعم اوكي شكرا ايه نعم خاصة توقع خلصنا لا سيلة رفقة هادي طيب اا هادي سلايد محمد الجاسر عشان بما ان السؤال انطرح في هذا الى في هذا الجاسر ناصر اا صوتك يقطع شوي ظاهر اسمعني الحين ايه صوت واضح يقطع شوي طيب ما اعرف وش اللي يتغير واضح واضح الصوت اني عندك فيصل ترى المشكلة وبالنسبة لنا واضح ممكن المشكلة من عند فيصل طيب 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 ليش 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 اليوم يوشت كنسيدر ان اوبرتونيتي ان بوبا يعني صراحة حنا هذا اللي دائم نتكلم فيه اليوم في الشركة الشيء الاول واللي حنا مرة حريصين عليه بزيادة وناخده بشكل جدي له حنا حريصين على على التطور الزملة والزملات عندنا بدايتا في الترينينج بلان اليوم الترينينج بلان حقنا او خليني نسميه افضل الامبوردنج بلان الامبوردنج بلان يغطي كل الاقسام اللي انا ذكرتها واللي كان سأل على انها محمد يغطي من ريزيرفينج برايسينج بعدين برودكت عندنا ترينينج بلان ما تفرق بين الموظف الجديد الفرش وبين المتدرب بعد الترينينج بلان هذي غالبا ان الشخص اللي جاء سوان متدرب او او موظف يصير لسايمت معينة في قسم من الاقسام هذه الثلاثة ممكن الهيستري حقنا كان شوي لان اغلب الطلاب اللي كانوا يجوننا كموددربين كانوا يجوننا على سبع شهور فكان عندنا وقت زيادة ان يكون تقريبا الترينينج بلان ياخذ من ثلاثة شهور الى اربع شهور شهرين على حسب ويبقى عنده ثلاثة شهور ان يصير لسايمة خلاص في قسم معين من الثلاثة يونت هذه اليوم يمكن اذا الترينينج قصر ما يكون فيه سبسيفك اسايمة في دبارة معينة لكن بنحرص ان يكون الترينينج وحنا حريصين انه ما نغير الترينينج بلان وانه يميك شور ذات الكوليغ اللي جانا مغطي كل الرينتش حق الاقسام لانه عشان يستفيده اكثر بستكلاس اقزام بوليسي اللي قلت بتكلم عنه في سلادي اللي قبل اليوم الاقزام بوليسي حقتنا تعطي على كل الاقزام سلادي ليف انكلودينج الاقزام دي تعطي ساعات اضافية للدراسة غير الخمسة ايام اجازة عندنا نعوض على الاختبار ونعوض على المتيريال بلس طبعا الزيادة في الراتب اذا عد الشخص الاختبار فكل هذي عندنا في الاقزام بوليسي موجودة من اول عندنا وكسيرنا الترينينج وترينينج على السوفت سكلز برزنتيشن كمينيكيشن اموشن انتليجنس كل هذي موجودة مجدولة بعد عندنا الموظفين من البداية عندنا عكسس على لينكتن ليرنينج بسايد الليرنينج اللي حنا نجدولها على السوفت سكلز التكنيكال سكلز ليرنينج طبعا اني ما ما اقدر اقول وش كثر هي موجودة عندنا اليوم الترينينج انتيران اكستيران معناته لو نركز على انتيران الاكثر اليوم التيم very very supportive الترينينج within the team يعني الانجاج المتحق مرة عالي مسحيل لحد يجي يقول لك من يمعلم كل ولا شيء من هذا القبيل سمح الله بالعكس السيشنز موجودة دائما عندنا الترانسفير بين التيم very flexible في هذه الناحية الاكستيران الترينينج مع مرات عندنا الترينينج مع الكونسولتنت يعني اليوم project حق financial standard عندنا الترينينج من ديولويت كنا قد ناخذ فهذا الترينينج موجود الحمد لله عندنا في الشركة وحد يصن مرة عليه الشيء الاخير بعد اللي هو مرة مهم وتوقع يفيد اي احد يبي يدخل السوق العمل هل عندي كليل الباث واضح هل اعرف انا متى بالضبط اترقى ولا ما اعرف فكل هذه الاشياء والترقيات موجودة من ديولويت من اول ما تدخل الشركة فمعروف انك لو جبت كذا وعديت اكزام كذا هذا بيكون البوزيش الحق لك هذا بيكون البي حق فكل الاشياء هذه الحمد الله عندنا واضحة في هذا الجزء الجزء الثاني اللي هو يعني ويوم اقول ان الماركت شير حق 45% معنات انك فعلا انت تغطي رانج كبير من الماركت فتغطي رانج كبير يجي مع حك بوجر وفوعد كثيرة انك بتشوف اشياء كثيرة في الشركة بتشوف different different client different performance مبور عليك اشياء جدا كثيرة تحللها تطلع عليها بيكون عندك exposure لها عندك اليوم exposure global market different unit من بوبا بوبا استريليا بوبا يوكي كل market هذي عندنا سمنار بشكل شهري مع ويكون فيه طبك في كل مو كل شهر كل ويكون فيه طبك معين يتناقش فيه اذا احتاجنا اي شي مثلا او هم احتاجوا اي شي شي جديد مثلا في السوق طلع مثلا جاي الاخ اللي سأل عن product development نبقى نطور منتج نروح نشوف هم اش طور موجود الحمدلله عندنا بالاضافة لشي يعني اخير جدا جدا مهم اليوم القسم الكتواري في بوبا العربية مو زي قسم الكتواري في اي شي الكثانية الكروس فانكشن فيه مرة كثيرة نتكلم على الانتراكشن بين الاكتواريين وبين الفاينانس الاكتواريين بين investment الاكتواريين الوبرايشن الاكتواريين والدكاترة الاكتواريين والمبيعات on daily basis يعني الانجاجمت مرة عالي بيكون عندك coverage على كل الشركة ومن تقاعد بس تسوي reserve وتتعامل مع التعامل مع بونت الاكتواري فانت تتعامل البيزنس وانت تتعامل البيزنس البيزنس فكل هذة الاشياء تدعم علم حق الموظف تدعم التعامل حق الشخص للشركة وتدعم بعد انه ينشاف اكثر ويتطور ويكون لا واضح على البيزنس فمي اللي هذة الاشياء صراحة اللي كنت حاب اني ممكن تكون بوبة من الخيارات اللي اللي ان شاء الله والشخص ينضم ينضم الشركة فيها فمي هذة هذة ترى البيزنس حقي انا ما حاب اتكثر فقلت اترك وقت اكثر للأسئلة فلو سمحت يا شباب اللي عنده سؤال على البيزنس وعنده سؤال ثاني لا علاقة بالموضوع بشكل عام متفضل توضل احمد ان شاء الله منورنا اليام بلا سئلة انا المعذرة كثرت عليكم في الأسئلة لكن مؤتم جدا في بوبا فعندي كم أسئلة كبيرة لا لا اسأل تفضل بداية بداية حاب اعرف ما انا لاحظت ما شاء الله تواهك الله الاهتمام كبير جدا من بوبا في الاكتوارين بالذات من الأخ سلطان كان موجود في البوث عندنا في الفيردي فحاب اعرف السر الاهتمام هذا مع رغم موجود تين كبير في بوبا من الأكتوارين طيب اولا اليوم شركة تأمين تعتمد اعتماد كبير على القسم الالكتواري اليوم القسم الالكتواري هو اللي يسعر هو اللي يتأكد من البرفورمس على الشركة هو اللي يعطي بروجيكشنز معينة هو اللي يسوي تتكلم على كان قاعد تتكلم على دكتور في المستشفى فكل ما تبغى توسع كثر كل ما تبغى تكون عندك اكتر كل ما تحتاج تيم اكبر وبالعكس حنا نبي التيم اكبر نبي ناس يقدرون يجون يضيفون لنا ونضيف لهم لانه هذا من السبل انك تتطور اليوم زي ما قلت انا اليوم التيم حقنا حنا عند اللي هو لو مشينا ورا شوي حنا اكتور الان اكتر ما حنا بيور اكتور فنسوي مرة مختلفة نتكلم من من الان كامل فكل هذة الاشياء تحتاج زمن لو جميلات يضيفون لك وساعدون لك ويكون عندهم انبت في الشيء فما لي هذا السبب اللي حنا ليش مهتمين حنا بعد ان نوظف زيادة جميل طيب انا لانت طالب جونيور طالع تدريب انت في ووبا ايش متوقعين مني او ايش الاسكيلز اللي تبعث عنها في الانترنت طيب اكثر اكثر من شيح ان اليوم نطلع اول شي يكون خلفية الاخاديمية ومتازة وقوية ثاني شي يكون عنده اهتمام في المجال اصلا يعني زي ما انتو عارفين الشخص اللي دارتك توارية عنده يطلع مرة كبير فممكن يكون مهتم في التأمين وممكن يكون غير مهتم في التأمين فحن يكون حريصين انه يكون مهتم في التأمين يكون عنده خلينا نقول minimum knowledge عشان يبدأ في اكسل مثلا coding لان اذا انت تعرف اي coding language سهل مرة لو علمت coding language ثانية انك تقدر تربط لان الواجيك السيم اوك الكود الواجيك نفس الواجيك يهم من ان نشتغل البروجيكت والبروجيكت حقيت بالضبط يعرف ايش الانبوت واش الابت منها واش كان الدور حقه في البروجيكت يهم من ان عنده soft skills بعد لان اليوم يمكن على على اقل انا اذكر ثلاثة من دربين لو بس سألونهم في ايام كثير نحتاج المدرب زميل لانه هو اللي يشوي البرزنتيشن اصلا للمانage مثلا هو يشوي البرزنتيشن للهد ويشوي البرزنتيشن للديركتر فهذا الاشياء بعد حنا ندعمها لان الترينين قبلان حقنا اردي في جزء soft skills نركز عليه لكن كويس ان يكون بعد الشخص عند المنمم soft skills اللي موجودة فميلي هذه الاشياء اللي في الثيم وطبعا اكيد اهم جزء صراحة ان يكون الشخص عند هذا اهم جزء نركز عليه سأعطيك العاف الله يعافيك العاف لأسألة لكن هاسيب للأخير لو بقي من وقتك لا لا هاسألة عادي لا نعطي شراب فرصة يسأله وبعد كذا وقتك يسمع ان شاء الله نكمل ابد حياك الله طيب محمد التركي برضو عندي سؤال السلام عليكم مساكلة والخير السلام مساكلة بالنور انا ان شاء الله طالع تدريب شباب السمسطر القادم غالبا يعني اذا بروح بوبا انتم ما في عندكم الا في جدة ممكن يكون صعب الموضوع بس سؤالي هو هل في امكانية بعد كم سنة انه ممكن الاكتواري يكون يشتغل في بوبا في الرياض صراحة محمد ما عندي اجابة للسؤال اكون معك صادق ما اعرف يعني هذا يكون عمومة راح ان التيم حقنا اغلب اموهم من جدة فاسأل فيصل يعني وفهد وشباب هذا اكبر عامل مؤثر في التقديم حاليا على الشركات هو موقعها جد زيانة محمد مالك اعطى اعطى فرصة والله نشوف ان شاء الله الله يكتب له في الخير شكرا عافية عافية طيب انا بسوي شير للباركارد حق الاسئلة اذا اذا احدودو يسعنا طريق البركارد بس انو في مشكلة في الشات حق تيمز فسوي شير سكرين واللي يبغى يسأل يسوي سكان للكارد شكرا 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 نقدر نكمل اسئلة في يعني بالمايك او ايه طبعا طبعا اذا عندك صارت فضل ايه انا عندي بخصوص التقديم ما وصلنا ردا اللي هو المقابة للانترفيو اللي هو بالتليفون كانت قصيمة يعني بس كتعرف وكذا اه في موعد مثلا متوقع وعنده خبر موعد المتوقع للانترفيوز الفعلية مع ابوبا انا احمد اللي عارفه صراحة مني مني اكثر واحد من طلع على الموضوع هذا اللي عارفه انه اه اللي تواصل معهم بعضهم رتبوا معهم انترفيوز فما اذا ممكن بس تتصل على نفس الرقم اللي تواصل معك اه بتشوف متى مجدولين انترفيوز معك معلش متى تتصل عليك؟ اه في يوم الكريير دي اظهر من التقديم الاول انا قدمت على الايميلك الشخصي تقريبا طيب اذا ممكن ارسلي مرة ثانية ايميل اذا ممكن لو سمحت طيب متى اكيد ما فيش كلابش شكرا بس الله اه اه انا بقول اللي يسأل قد يشوف الشاشة ايه ايه طيب في فهد فهد الغامدي انا السلام عليكم ناصر السلام ورحمة الله اياك الله اه بغيت اسأل عن موضوع كذا بما ان دفعتنا دفعة 19 الحين تغير النظام من كواب الى انتيرنشب من 7 شهور الى 4 شهور هذا يكون له اثر سلبي كبير هل الخطة حقك الكواب اللي مسوينها بوغة شاملة فكرة ال 7 شهور او ال 4 شهور يعني؟ نحن غالبا خالد خطة الكواب حقتنا اه قسمين قسم الاول القسم الثاني اللي هو فيه إنه يساين الانترن من اليونت سنة موجودة القسم الأول اللي هو حق حق التريننج المفروض ما ياخد أكثر من أربعة شهور فمفروض ما لأمباكت على التدديم مساء الحقي لأنه هو بشكل عام يعني الشباب اللي جاء سواء فيصل أو فهد أو أحمار كانوا كلهم يتكلمون أن إلى آخر رمق كانوا مستفيدين يعني فهمني يعني هل هذا الشيء بيصير يرجع يأثر علينا أن إحنا ما نستفيد هو أكيد ما بنستفيد بالقدر اللي هم استفادوه ولكن هل أربع شهور ممكن تطلعني بالأشياء اللي أنا أحتاجها واللي أنا أماخد الانترنشب حقي عشانها ما أتوقع صراح ما أتوقع أن الانباكت حقيها نقتب يعني هنا وهذا توقع أكثر أكثر من واحد كان لكوب حق من جامعة ملك سعود كان لكوب حق أربعة شهور أو ثلاثة شهور بالأكس يعني كان يعني كان التدريب كان متعز ما أقولك أن أأثر جميل جميل يعطيك الفاسي الله يعافيك طيب قبل قبل بس لنأخذ قبل بس نأخذ سوق ثاني ما عليك أحمد بس سويت شغل الباركود اللي حاب بس يسأل سوي سكان تفضل أحمد بس تعليقا على اللي قالوا فهد أنا صالت سواء لما التصوير صالتم هذا شيء بس ما وجدت إجابه هل في فوصلة مثلا لو الواحد حاب يتعلم أكثر أو حاب يأخذ أكثر شيء من الأكسبيرينس هذه حق ال كوب بيتف ورق أنه مثلا يكمل السبع شور مع الشركة هل ممكن بوبا يكونوا ممانعين لهذا الموضوع طيب الشركة تتبع الخطاب الخطاب التدريب فإذا خلص الكوب حقك وباقي لك تقعد من ثلاثة شور أو أربعة شور يعتمد على لشي يعتمد على الأول هل أنت متفرغ ثلاثة شور الجاي يعني هل يتصادف صيف شيء الثاني هل يتصادف صيف مثلا متفرغ والجامعة تعطيك خطاب بإستنشن شيء الثاني المهم هل يكون عندنا فيكنسي ولا لا فهي تعتمد على شيء جميل جميل شكرا لك إياك السلام عليكم السلام عليكم رحمة الله شكرا لك خير صاحب نصر لو سمعت أنا ودي أسلك عن خصوص اللعيفة السبنتين لأنه سمعت عليها ضجة كبيرة و أنا حتى فترة التدريب يعني الشركة اللي كنت أتضرب فيها كانت مركز عليها بشكل كبير أعرف أهميته بالنسبة للإلكتواري وكيف يعني ممكن يعني يتجهز له مثلا قبل التخضر هل في مصادر أو أشياء يتضرب عليها طيب خالد شكرا للسؤال وفعلا آيفرس سبنتين يعني خلانا مشغورين السنتين اللي فاتت إلى اليوم مشغورين بسبتها فبس عشان عشان كل الاؤدينس يكون عارفين إيش قدينا نتكلم عنه آيفرس هي كالبساطة كيف أنت اليوم تعرض الأرقام حقك الفاينانشل في للبابلك فالستاندرد جاء عشان يوحد الريبورتنج كروس كل شركات التعمين وهذا الستاندرد عالمي آآ طبعا فيه لا أمباكت كثير على الشركات اللي عندهم آآ بوالس طويلة الأجل آآ ميلي اللايف انشورنس أو اللي عندهم آآ بروبرتي انشورنس مارين كل هذا يأثرهم أكثر كثير من الشركات اللي عندهم شورت تيرم آآ انشورنس مثلنا مثل الموتر ومثل الهلث اللي في حالتنا آآ طبعا الستاندرد ليش علي تعثيه لأنه يقول لك مثلا نغير طريقة الحسب حقتك آآ عشان الريبورتنج يكون بطريقة هذه آآ أنا بالنسبة لي آآ آآ صراحة ما عدري يمكن تختلف من شخص سلطاني آآ فهم الستاندرد اللي موجود الحين اللي هو آآ 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 مر مهم انك تقدر عشان تبني عليه آآ آآ عشتج ربطة الشخصية ففهم الستاندرد اللي موجود بعدين تروح الستاندرد الجديد آآ كيف تعرف الستاندرد الجديد وكيف تعلم أكثر في صراحة شي أنا بالنسبة لي مرة فادثني الشيء الأول اللي هو بس لو في جوجل آآ يطلع لك الدكومنت حق الستاندرد نفسه طبعا الدكومنت لو تقراء كأن نطراسم أول مرة ثاني مرة كأن نطراسم الشيء الثاني ممكن يساعدك اللي هو في السترثف من البقفور البقفور اللي هم ديرويت بي دي بلي سي كبيم جي اي واي حاطين كيف ممكن نطلع شكل الستاندرد عند ريفر السبنتين وبالضبط كاتب لك مثلا أول جزء آآ مثلا أول لين انشور سير 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 آرتيكل وان تو ثري سيكشن بي بتروح ان تقدر تربط بين آرتيكل اللي موجود اي شي يشرح بالضبط اي شي مقصود بالآرتيكل وبين اللي موجود في الفاينانشل عشان تقدر تربط وش تغيير المناسب وزي كده بالبداية تفتح آآ 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 اللي هي الموجودة اللي حين في داول بعد نتفتح اللستراتف حق آآ آآ اللي بعد آآ موجودة حق آآ بعدين تقارم بينهم وتقدر تقرأ اللي موجود مع التغير اللي حاصل ومنها تقدر آآ تفهم بالضبط الدكومنت اش يتكلم عنه آآ باذاوي في آآ يعني آآ أنا شخصيا ما أخذت بس في اكزام أو آآ ملتبل اكزام سويا يحطينا عشان آآ الفيدباك اللي جاني من أحد أخذ أنه مرة كوي اسمه فممكن هذا بعد يساعد عدد اختبارات تأخذها تخليك ما أعرف إذا كان نسمونا كوليفايد في آآ بس أنه يعطيك سيرتن يعني كوليفكيشن معينة على هذا الشيء وما تمام والله أتكلم بس بس أباكد على حاجة هل الفلس 17 مهم للإكتواري مثلا أكثر من الأكتواري والفايننس طيب مهم جدا للإكتواري وتوقع أن أهم للإكتواري من الأكتواري والفايننس بعد فمر مهم تمام جزاك أخير مليا كبه بضل حسين بس بغيت أسأل شكت ذكرت أن كانت في من الأشياء اللي سويها الكتواري البرفورمانس البردكشن يعني موسلي فينا فا كيف تقدر يعني الأكسترمال هاي يعني تقدر شف إذا كنت تقصد في الرزير فا أشياء كثيرة صراحة اليوم اليوم واحدة من الأشياء مثلا اللي IFRS 17 introduces اللي هي event not in the data أصلا فمثلا اليوم عمر حياة الشرك 25 سنة عمر قصير هل أنت يوم تسوي موديلنج معين وتسوي distribution وتقول باسط على confidence level سوري باسط على confidence level معين هذا الرزير حقي يقول لك تمام هذا على حسب confidence حقيك هذا الأرقام لكن عندك event تروح الماركت مرة وتشوف أيش الـ event اللي صارت عندهم ويو ترايت وممك الـ event مثلا اللي موجود هناك للسوق السعودي مثلا فلد صار معين كوبد كيس صار يعني بندمك صاري مو بكوبد بندمك صار في تشاين تيجي تشوف كيف صار هناك كيف تجيب هنا فتحاول أنك تستفيد من الإكسبيرينس حقة الأسواق الخارجية وتعدلها على على الـ فأنا اللي تقصد ميلي بالنسبة لأن نحن هوراية التال ربا إذاوي أنك يوجد كيس لأن دائم من الكليمز بوزيتف هي اللي تخسرك غالبا واللي موجود البرابلت حقتها بري لو لكن سفريت حقتها مرة هاي فهي دائما تيجي في نسيب طالب الحين سام أحسك نسيب طالب الحين كنت تكلم عن ماغنتيود في التيل فأموم هذا المشكل حقتنا اللي فار رايت التيل وهذا يجيب عندك مؤين في شيء يسمى رسك عجسمنت أو بعد ما تحط تحط على الكليمز حق تقول في probability إنه 2% 3% باست على الكليمز حقتك أنا ممكن يجيك تحتاج أنك تغطي فمين لهذا الأشياء اللي موجودة الديتا بسيط إذا أشياء مي في الديتا الماركت الثاني وتعكس على الشيء الموجودة في الماركت الثاني للماركت السعودي أنت أيضا زالتك العافية الله عافيك آه وسيم الظاهر أنت فاتح الكاميرا بغلق آه عندي أنا سؤال ناصري لما عندي كامير بالنسبة ل هل في أشياء ثانية غير الكتوير الدبار في الفبوبة الكتوير يمكن يشتغل فيها يوروبيين طيب أول شي شكرا على السؤال آه يعني أنت فيثال إي إي أنت عمار السؤال يعني الجمهور إي نعم طيب آه أنا قد ناظر حتى أبو عمر موجود أنا سأل لو أنا في في الكول في 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 أقسام ثانية و أبو عمر رئيس سمحت إذا ممكن تقول لنا إذا تقدر تجربتك مع الشباب الإلكتواريين في القسم حقكم فجأتني يا ناصر أنا كنت مستمع صراحة آه راح أغلب الشباب اللي آه اللي اللي جونا من آه يعني من الجامعة كانوا آه وكانوا آه آه نساعدونه في ال برايسين وهو تديل مع السيلز أو تديل مع ال برايسين مودل يعني بشكل عام هو إنك بس تشتغل على مودل وبس تشتغل على على فاكترز معينة إنك لأ تبدأ تدخل كمان في موضوع هو تنقوشيات مع الكلاينت اللي هم السيلز آه هوتو امباكت ال 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 اللي صارت أو ال ال خلينا نقول لها على نفسها آه الشباب يشتغلوا على بروجيكت كثير يعني عمار وقته اشتغل على كريدوباليتي فاكتر آه واحد كان عندنا اسم حسين بس ما ما كان معاكم في جامعة على على ال بروفايدر امباكت إنه هو تبرايس طبعا آه آه بس آه 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 ريتيل و اللي اسميه برايسينج فآ آه ستتكلم عن الشباب اللي اللي كانوا معهم في التيم عند الرايسنج آه آه فنكشن ميلي آه في أشياء ثانية بعد اقزامبلز الرايسنج عند الرايسنج اليوم عندنا عندنا examples بعد على اشخاص من الفريق حقنا اطلع لل planning وال performance monitoring اشتغلوا فيه عندنا بعد انا ستتكلم على retail واسمه pricing بعد فيه ناس اطلعوا لل corporate pricing ففيه corporate pricing وعند ال writing فيه performance management planning فمن لي هذه الثلاثة اقسام اللي نشوف اكثر اكتوارين قلدين انشاء الله فيها اطيك العافية وبرضو اطيك العافية ابو عمر هذي شهادة نعتز فيها حنو الله اياك فيصل اطيك العافية انت يعني كنت يعني استار صراحة معانا اطيك العافية اطيك العافية يعني احد الاسباب كان والله القسم هو اللي هيئة لل environment اني اكون ستاف طيب نبدأ ناخذ اطيك العافية طيب نبدأ ناخذ شوية من الاسئلة اللي بالفورم في واحدة من الاسئلة تقول هل بوبا بروديكت للونغ تيرم ميديكل انشورنس وراح يكون مستقبلا في بروديكت ولا بس شارتين اليوم بروديكت بس شارتين مستقبلا ممكن ان شاء الله طيب برضو عندنا هذا واحد والله اغسلي في الجوال بتسمح لي بس اوكي اوكي ارجع والله هذا الرسال كان والله سؤال ودي عرف دور الاكتواري بالinvestment طيب ممتاز اليوم الانتراكشن حقنا معنا investment بكل بساطة اليوم طيب بس بطيكم ساكل او بطيكم نبدأ عن الساكل حق الinvestment اليوم الinvestment كيف يجيب الinvestment شركات التعمين كيف يجيب الكاش حقه انا كتقول اوكي عدد الكاش اللي يوصلني مثلا 100 الف ريال وتوقع ان يدفع مطالبات 90 الف ريال بس 90 الف ريال هادي متى احتاج او متى اتوقع انها اني ادفعها فاليوم لو جاني 100 الف كاش بس احتاج اوزع 90 الف ريال على فترات مستقبلية عشان احسب الكاش الزيادة واستفيد منها واستثمرها فاليوم اللي قاعد يسوي الالكتواري في بوب ومثلا اتوقع اغلب الشركات حتى يسوون اكسرساليس هذا من يم بتأكد لكن يسوون اكسرساليس مع asset liability matching و بحث تقلون management فتقول كم احتاج كاش at each point of time عشان اصدد فيه المطالبات حقتي او تكاريف حقتي والريمين اعطيها الinvestment عشان يسيثمرونها فمال لهذا الاحتكاك بين بين الالكتواريين وبين الinvestment في مرات كثيرة الinvestment يسلون الالكتواري ويش تأثير لو سحبنا كاش ازادة على السولبنسي مثلا حق الشركة عاطنا سيناريوس اكثر على لو احتاجنا مطالبات اكثر بالفترة هذه من غيرها سمنا نسحب كاش كثير ونحتاج في وقت معين فمين لهذه الاشياء اللي بين وبين الinvestment برضو ناخذ سؤال ثاني عندنا سؤال ما دور قطاع التأمين في المملكة على الأقل إلى اليوم فتحول رقمي ورؤي القطاع الصحي محدودة خصوصا مع الضوضاء واذا كان نعم فما هي وجهة نظركم وهل هو عدم نضج القطاع أو عدم وجود قادة أو خبرات كافية بخلفية يعني القطاع في المشسسات المعنية والله هذا السؤال كبير يا فيصل اي والله استاذ عبد الكريم ظهر في اللي سأل اي عبد الكريم من عبد الكريم فلات ما شاء الله منورنا عبد الكريم ما شاء الله انت اللي جابة السؤال هذا وانا اجابة السؤال اول شي نحب مسيرك بالخير مسامة الخطاع يعني اتوقع اي احد يقرأ تقارير الموسة يشوف ان او يقرأ حتى الحقيقة الخطاع هذا رأي الشخصي انا مو برأي بوب العربية من السؤال العام اي شوف ان اغلب بالشركات يعني 99% من شركات 28 شركة يمكن 20% من 20 شركة خسرانة و8 لربحانة ومن الثمانية لربحانين يمكن فيه 2-3 اللي فعلا عندهم strong financial position فتوقع اليوم الموجدين مع تساعد نوعا مع ان يصير مشورة اكثر اول شي الشركات الصغيرة اللي اليوم ما نادر تشوف ماركت ماتور في شركة رأس مالها 100 مليون فهذا اليوم قاعد ال 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 ان يقول يدعم الميرج بين الشركات فتبدأ الشركات تصير اكثر من ناحية مالية اليوم ال 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 قاعدة تسويها الخاصة من وسط النقد صراحة ايجابية بزيادة يعني شلون نقول يعني انفورسمنت حق من يكون في كل الشركة قسم اكتواري يعني قبل الشركات كانت شركات مهي ريسك دريفن كامبنيز كثر ما انها سالس دريفن كامبنيز بس اهمها تبيع وتكبر بغض النظرة هل المبيعات حقتها كان اهم من سستين فهذه المشكلة كانت بس اهم شي بي اليوم كلها قاعدة تساعد ان ما يصير في هذا توجه قالوا في سامح تركز عليه كثير لو بعت اقل من المنمم بيدقون عليك تقولون لك ليش ويتأكدون من انك بايع صح اجبر الشركات توظف اكتواريين اليوم اجبر الشركات توظف فلوز مو بس اكتواريين اليوم ما ادري صراح اذا كان الخبر هذا اكتو ولا لا حق موضوع الاوديترز نفسهم لازم ما وابفونك تواريين فكل شيء قاعد يتوجه نوعا ما للشيء الايجابي نوعا ما طبعا يعني اتكلم هذا الجانب هذا الجانب الصحي جانب الموتر مثلا يوم يقول لك ان بس خمسين بالمئة خمسين بالمئة من السيارات في سعودية مؤمنة وخمسين بالمئة غير مؤمنة بس تخيل بس ان الخمسين بالمئة هذي يدخلون للماركت شون بيكبر السوق فهذا بعد يحتاج اه يحتاج شي يعني يحتاج awareness من الناس انهم يتأكدون او يكونون اوير ان فعلا التعمين مفيد او لا قيمة شيء الثاني ان يحتاج regulator او يعني ما 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 توقع ان هو يقدر تساوي انفورسمنت للتعمين كثير ما ان ممكن ان وزارة الداخلية تساوي انفورسمنت على انفورسمنت على التامين السيارات او شيء من هذا القبيل كل هذا يعني بساعد الشركات على يعني مور بريميوم اه للخمسين بالمئة هذا بساعدهم كثير يكبرون يتنفسون اكثر في جانب ثاني مثلا اليوم يوم ملجسة الضمان الصحي حط البلاتفورم حق تبادل المطالبات بين شركة التعمين والمستشفى كل هذا قعد يساعد في زادة كوالية حق الديتا ومنها تقدر تحل الافضل والشركات تكون عندها تاني يعني انا شوف المشكلة انها اكثر بس كل الجزء من الموجود قعد يساعد الثاني يعني ساعم قد حط تأكد انها ما في تسعير غلط وتأكد انك موظف ناس ناس عندهم خبرهم كافية تأكدون ان علاقة بينك وبين المؤمن وبين المستشفى افضل علاقة تكون وشركات التعمين بعد دور ارباح قد يصير ميرج بينها قاعد تكبر ف نوعا ما يعني لو استمر الوضع في المفيد هذا قاعد تزيد وكل هذا الاشياء قاعد فعلا تطبق اتوق وتوق انها تطبق الان كلها تدعم القطاع غير الجانب الكبير من القطاع اللي هو الى الان ما وصل له اهتمام الى الان ما علي اي منتراتي هل ترجع مرة ثانية الثقاف حق الناس هل متقبلين موضوع الـ هل البروديكت اللي موجود تناسب اليوم السوق ولا ما تناسب السوق فهذه صراحة وجهة نظري فضل حسين اه بتشوف يعني what's a better decision من رائك ان يكون هل هل نكمل رائعات يعني imposing رائعات ستجد الماركت حتى لل الان الان التكافل خلفيتي بموضوع تكافل مو تكافل يعني جدا قليلا وما احس ان خل احساسي على الجنب لكن ما اتوقع انه هو ممكن الشيء اللي بغير الماركت ولا بنزل الماركت تكافل ومو تكافل ليفنج الماركت زي ما هو شفنا شفنا رزالت حقته اللي هي قبل يعني من 2006 عندك من اول ما زالت شركات الين 2017 16 كان كان سيلز دينافل ماركت يعتمد على على كيف تجيب كلينت اكثر بغض النظر هل جبت ريسك مساعر ارزين او مساعر ارزين شركات من هداك الفتر هذه تقدر تشوف كيف شركات روسيا مالها تأكلت فأنا اعتقد ان يعني كبداية اي سوق سير بمنتجات عندك سيئة تحتاج اكبر عدد الاموال بعدها يعني الماركت يطلع زي نخلي الشيء يعني او العكس شف ما ما مني 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 متأكد اذا كان اوكي خلني حاول اشرح سؤالك اكثر عند قصلك خل الماركت سيما هو وخلي الشركات تتأكل رأس مالها وتبقى عندك اربع شركات خمس شركات ممتازة وانتهى الموضوع هذا قصدك يعني ممكن الشيء هذا يصير اذا ما صار عندك اعجين قد افكر انصار ما عندي ما امر فكرت بطريقة هذه او بالسؤال حقك لكن ممكن الشيء هذا ضر حق اكثر على بوليسي هولدر انه لو صار في شركات خسرانة ما تقدر تقدم الخدمات للعمل في النهاية يعني الهدف من هداف البنك المركز انه انه يضمن حق البوليسي هولدر وهنا بصير فيه خلل انه فيه ناس تبقى تعالج شركات ميقال تعالجها وصير ما ما حلن المشكلة قد يكون هذا هذا بحد السلبيات لو صار كده مهما طالس الله يعافيك الله يعافيك طيب عندنا سؤال آخر نقول وش لو مثلا الواحد بيشترك في الواحد بيشتغل في شركة التأمين كأكتواري وش الفرق اذا اشتغل في شركة التأمين وش اللي بيجي فيها وش الفرق اذا اشتغل بشركة ثانية مثلا شركة استشارات اكتوارية او سامة او شركة كأكتواري وش اللي يختلف بالكسبرينس طيب يمكن اكثر انا جعوب على يعني اقدر افصل اكثر بالموضوع شركة التأمين والبنك المركزي بحكم اني انا جربت هنا جربت هنا الاستشارات ممكن اقول رأي في الخبرات اللي ممكن تأخذها بس مو زي شخص مثلا راح ويجرب انا من وجه نظري الفرق بين ال بين الثلاثة هذي كلها وانا اشوف افضل انا شخصيا لو يرجع في نز زمن بدخل بوبا لان بي مو مر مهم مقارنة لو كنت ال 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 يعرف يشوي مو كثيرة عنده كفرج كثير مر كويس في ال 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 ما يعرف التفاصيل اللي ممكن تغير حياة الشركة عكس لو كنت تشتغل في شركة تامين فانت تعرف التفاصيل الكبيرة والصغيرة فيها و انت خلاص في ال ال الموجودة تقدر تعدد الموديلز على حسب تقليها تيلر على حسب الشركة و خياراتها والاشياء الموجودة في الشركة بالاضافة انك تقدر يوم تسوي الاشياء دي كلها تقدر انك تقدر تعطي الركوميديشن للشركة وتكون قريب من وتشوف الاشياء قدامك وتسوي الامباكت حق تقدر يكون عندك وقت تقرى برا لسيارة تتعامل مع الكونسلتان تاخذ منهم الفوائد وتعكس ها في الشركة وتشوف الامباكت حق عكس جداً تفعل أغلب الناس اللي موجودين في القطاع غالباً يكون مطلع شيئاً يعني ناظر العبريشن حق الشركة وناظر التكنيكالي حق الشركة فيوم يطلب شيء معين هو عارف يطلب أيش بالضبط يعني هذا الشيء اللي موجود في ممتاز يعني شغلة أكثر تلاحظ أنه بنش ماركين كيف يخلي الغطاع ممتاز مرة كيف يتأكد من الشركات تغطي المؤمنين حقنا بشكل مناسب كيف يجيب بست براكتس من الغطاعات الباقي ويحطها في سوق حقه ففي فرق إذا أنت تشوف أنك بزنس دريفن أكثر تبغى تشوف البزنس تبغى في تعدل تبغى تسوي أنا شخصيا مع الشركات إذا أنت تشوف لا والله أنك مرة كونسولتنت وجنراليست كوميليكيشن حقك مرة كويسة وتشوف أنك تبغطي مرة عالي من الكلاينت أنا أقول لك ممكن كونسولتنج يفيد ككثر وإذا كنت لا ومهتم تطوير القطاع والبنش ماركينج والأشياء هذه ممكن أن يفيدك أكثر أو يناسبك أكثر فهذه وجهة نظري أنا ما أدري إذا أحد من شاب حتى عند experience في أكثر من القطاع يتفضل بعد في سؤال من عواف عندي سؤال بخصوصه قلت في ديبارت تحك الانفيسمنت فوش بيضيفه الأكتبار إذا يشتغل هناك عندهم إذا في خبرة عندكم ولا في أحد يشتغل ممتاز الانفيسمنت شيف اليوم العلاقة بين الاكتواري والانفيسمنت أكثر من العلاقة والشي الاكتواري يعرف بكل بساطة لأن دارس كل شي في جزء واحد مرة بسيط أن هو يروح يشتغل هناك فعلا ك ما يشتغل هناك كاكتواري إذا يشتغل هناك كاكتواري يشتغل هناك كاكتواري يحسب يشوي الاسيت لعبريتي وتأكد أن الاسيت تغطي ويبقى لك كاش معين عشان تروح تستثمرة فعندك جزء إذا يشتغل كاكتواري هذه واحدة من المثلة يسوي الشغلات إذا يشتغل كاكتواري ما أشوف أن يمنع أو فيه شيء معين ناقص الإكتواري أن يسوي بس هل المهارات الإحصائية اللي عندهم راح تصير ميزة إضافية حقنا الفايننس يعني لو قارنناه يعني مع حق الفايننس راح تساعده بالإنفسمنت صراحة قد يكون ما ما عندي جواب للسؤال ما يعني ما عمر شفت مثال الشخص يعني عرف ناس راح بانكينغ عرف ناس راح اتشار عرف ناس راح اكتواريين راح ديتا بس ما عرف أحد راح اعرف اكتواريين حاولوا من اكتوارية الفايننس بعدين راح اكتواريين صراحة قد يكون يعني يعني شف شكل عام بغض النظر عن بوبا والسوق السعودي لو تشوف وين ممكن اكتواري يشتغل في جزء كبير من اكتواريين يشغلون في قوانتتاتي الفايننس اللي هم يستثمرون اللي هم يشغلون في 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 ال ال اللي هم يستعملون الديتا والإحصاء في قراتهم الاستثمارية ما شفت الشيء هذا اللي أنا صلاح في السعودية ما ما ادري اذا موجود توقع اكتر شيء شفت في في البنوك اكتواريين انشاء الله فيه في في اتشار كمواحد فمين اللي هذي الاشياء اللي انا شفت اكتواريين انشاء الله فيها يعني ما عارف مثال اكتواري سعودي اشتغل الحين لو سمحت يعني في في مثلا الحين امامنا ثلاثة مجالات ممكن ننتجه لها سواء شركات يعني في احد الشباب قد راح لها في شركة كوانت مثلا المهتمة في الداة او الشركات الانشورنس هل اذا ما اخترت شركة انشورنس الحين هذا بياثر على الكارير حقي بعدين الله فاهد ما يعني تتعوبي بغض النظر على على غض النظر على على وضعي في يعني غض النظر على هل نقبل حين في ولا لا بناء على هذا الشيء الخلفية انا شوف بشكل عام الشخص هو ست فسكلز ست فسكلز حقتك هي اللي تقيم هل انا وضف الشخص معين او لا غض النظر على الباقراند حق ممكن يجب باح باقراند يعني هنه كان عندنا زميلة قبل ثلس سنوات كان باقراند حق فانس تشغل من اكتوارية وكان اكتوارية 100% ولا في اي اي ما تحسن في فرق اصلا بينك وبينها فتسول about your set of skills وما توقع انه ممكن الكواب بيأثر شخصيا ما توقع صراحة الكواب بيأثر على كرير حق حتى لقين الناس خرجت وظفت في بسمت بدين حول التأمين والعكس او ديتا حول التأمين كونسلتنك حول التأمين او تأمين حول شيء ثاني بالعكس ما ما شوف انه ممكن يعرض هذا عرض شيء ثاني ايو لان وجهة النظر اللي سمعتها في البداية انه ممكن تكون انشورانس وتحول اي شيء ثاني بس تكون انفستمنت ولا في الداتا وبعدين تحول مستحيل فانا خفت انه يكون في مشكلة سواء او الكواب شوف انا ما توقع انه اي 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 تكلم اليوم على الثيم اللي متبين انه الشخص ما يحدد ايش اللي عنده فما ان شاء الله ما تكون عايق ان شاء الله ما تكون عايق بإذن الله طيب امتدادا للسؤال شوية بس طبعا يعني معناته ما يفرق الشركة اللي انا بأخذ الكواب حق فيها قد ما بيفرق العمل اللي انا بأسوي في الشريك قد ما بيض الاشياء اللي انا خارج من ها بالضبط يعطيك ألف عافية عافية اذا ما في ايس السئلة انه انا والله ما بالفور مندي خلصت السئلة هل في اي سؤال شباب اذا ما ما في اسئلة نختم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة